تجمع إيمان بعضا من عيدان الأشجار المتساقطة على الأرض لتشعل بها النار وتعد من الطعام ما استطعت تأمينه من خضار وزيت لها ولأطفالها في المخيم في ظروف إنسانية قاسية يزيد البرد في هذه الأيام صعوبتها عم نتاوي غدى الأولاد لم يتلحظ بات من تحت الشجر وجبتها الزيتات وعننا شوية بيت مجال أخضار عم غلي الأولاد كل المهروقات غالية وما بنحسن نشتري جرة وما بنحسن نشتري غاز كله غالية أعمل لهم شوية حاطب ومنحر النار أكثر شيء كله غالية أخي البيت مجال أخصي شيء للأولاد يعني كويس على الجبل المطل مباشرة لمدينة عفرين يقع مخيم الزايدية الذي أنشأه المهجرون من منطقة ريف معرة النعمان الشرقي ويضم أكثر من مئة خيمة في ظروف جبلية باردة تفرد سوء حالها على النازحين جينا من ريف المعرة الشرقي جينا على كفر نوران من كفر نوران صار في ضرب جينا على العفرين ظروفنا يعني شوفت عينك بدنا خبز بدنا نظافة بدنا مية يعني كل ثلاثة أربع عيلاق قاعدين بخيمة يعني بدهم خيام مشان الأولاد دراسة ما في البلد بدها مشوار بدها ربع ساعة كمان وبدها شايف أنت الحالة مطر حاطين واحد على التوادر وشغلت حجار وربطينه بحبال وشينا نحكي نوب يوجد في المخيم أكثر من مئتي طفل في مرحلة التعليم جميعهم لا يتعلمون وذلك بسبب عدم وجود مدرسة في المخيم وليصعوبة التنقل بالنسبة للأطفال للوصول إلى المدارس في المدينة بات انتشار المخيمات العشوائية على السهول والجبال في منطقة عفرين أمرا ملحوظا واستغياب للمساعدات الكافية التي يمكن أن تسد حاجتهم هارتاتين تلفزيون سوريا مدينة عفرين ريف حلب الشمالي